فعلا نرى مشكلتنا العراق والمنتخب العراقي والعندية العراقية وأيضا نحن كمدربين بالدول العراقي نعاني من هذه المشكلة اللاعب العراقي من يلعب مع فريق ضعيف مو ضعيف، نقول ضعيف لكن متكتن نعم نحن ما نلقى الحلول وحتى من تطيهم جملة تكتيكية اللاعب بس يأخذها من عندك هذا الأسبوع ويدخل بيوم المباراة ينسى كل شيء نحن اللاعب العراقي مو مثقف كرويا وما يأخذ الجمل أو التكتيك اللي ينطهيها المدرب مجرد دخولك ويضيس عليها ويصر عندها بداع داخل هو أخر يطبق لك اللعندك بس شنو السبب؟ هو هاي مشكلتك ثقافة اللاعب تأسيس خاطئ طبعا التأسيس هذا شو أولد لك؟ ولد لك أنت من تجي تلعب مباريات من يوصل اللاعب للمنتخب الوطني وما يقدر هذا اللاعب يوصل للهدف ليش؟ تشوف أنت احنا مشكلتنا ندور الكرة وانتوصل بمنطقة الجزاء لأنه ما عدنا حلول وما عدنا تكتيك وما عدنا جملة نقدر ندخل بها لنقوم بهاي المنطقة يعني مثلا فريق متقدس مين يتهاجم فاستة ذات تجي الأهداف المنتخب الإيراني على كومبوديا كلها من الأطراف أغلبها لحد ما بدأوا يسجدون أربعة وفوق قام المنتخب يهاجم الفريق الثاني فلذلك قاموا يخترقوه من العمق أنت من تبدي المباراة وتسجل من الأطراف أكثر من الهدف احنا مشكلتنا أغلب لاعبين هم لاعبين مهاريين عندك بشار لاعب مهاري عندك علي حسيان لاعب مهاري عندك من وبعد؟ عندك إبراهيم بايش إبراهيم بايش عندك محمد قاسم عندك علي حاصني حتى علي عددان هو لاعب عنده مهارة عالية لكن مشكلتهم ما يزيدون وما عندهم إحساس على القرى ترجمة نانسي قنقر